نستضيف من خلالها اليوم أحد الوجوه الأعلامية البارزة في الوطن العربي الكاتب والصحفية السياسي رئيس تحرير لعبة الأمم الموقع الإخباري السياسي الأستاذ سامي كليب صباح النور شكرا لكم على الاستضافة سعيد وأتشرف بكم نتشرف بحضورك معنا أستاذ إذن نبدأ مباشرة أستاذ سامي كليب الجزائر تستضيف القمة العربية العادية في دورتها الواحدة والثلاثين قمة شعارها لم الشمل العربي وتوحيد الصف والبيت الداخلي الفلسطيني هذا التوحيد الداخلي الفلسطيني سيؤدي بالتأكيد إلى توحيد البيت العربي قراءة في محاور هذه القمة الاستثنائية خاصة في وقتها يعني الزمني والمكان شكرا لكم على الاستضافة يعني أنا أعتقد أنه العنوين العريضة لهذه القمة قد أعلن عنها المسؤولون الجزائريون وحسنا فعلوا بأنهم لم يغالوا بتصوير القمة وكأنها ستخرج بمعجزات نحن نعرف الوضع الداخلي لجمع الدول العربية هناك تعقيدات إدارية هيكلية لا يمكن الخروج بقرار إلا قرار جماعي ما يعني أنه أي دولة حتى ولو كانت أصغر دولة لو اعترضت على قرار لا يخرج لذلك مجرد أن تنجح الجزائر في إعادة جمع القادة العرب عمليا على أرض الجزائر ونحن نعرف أهمية أرض الجزائر بالنسبة للشرعية الثورية والشرعية الشعبية وبالنسبة لقضيات فلسطين أن تنجح الجزائر في جمع العرب في قمة عربية وأن يتحادثوا ويتلاقوا وأن يخرجوا ببيان مشترك مهما كان نوع البيان وأن تنجح الجزائر قبل ذلك إن شاء الله تنجح اليوم فأن تجمع الفصائل الفلسطينية وأن يخرجوا بورقة عمل مشتركة وموحدة فهذا سيكون إنجاز كبير للقمة لا يجب أن ننتظر معجزات نحن نعرف التركيبة الداخلية ونعرف التعقيدات العربية العربية هذه القمة التعقد بعد بؤر نار بعد حروب بعد خلافات على كل المستويات العربية بعد خيارات سياسية أيضا مختلفة بين من يريد أن يكمل الكفاح ضد الكيان الصهيوني ومن أراد ذهب تجاه العلاقات المباشرة أو التطبيع إذن طبعا هناك خلافات حدودية أيضا هناك بؤر نار مشتعلة عند حدود العديد من الدول أو داخل الدول لذلك مجرد اللقاء والحوار هو بحد ذاته إنجاز خطوة كبيرة نعم الفصائل الفلسطينية اليوم ستلتقي في الجزائر رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون ارتأى أن يكون هناك لقاء بين الفصائل مختلف الفصائل الفلسطينية من منظمة التحرير الفلسطينية الجهاد الإسلامي وأيضا حماس مختلف هذه الفصائل ستلتقي على أرض الجزائر رئيس الجمهورية ارتأى أن يكون هناك لقاء أولا بين الأشقاء المختلفين ثم يعني تعرض نتائج هذا اللقاء على القمة العربية لأن يكون هناك قرار أو مخرجات لصالح القضية الفلسطينية هذه القرارات التي ربما ستوحد أيضا البيت العربي سيدة الكريمة بالنسبة للجزائر أولا الموضوع الفلسطيني موضوع أساسي أنا أعتبر وأقولها دائما أنه في دم كل جزائري توجد فلسطين في العروق وفي القلب هذا لا خلافة عليه ثم أن الجزائر هي ربما الدولة الوحيدة أو على الأقل لنقول من الدول النادرة التي يجتمع فيها الشعب والقيادة العسكرية والقيادة السياسية على هذه المسألة لا خلاف لا بين الناس ولا بين القيادة العسكرية والسياسية على الموضوع الفلسطيني ثالثا الجزائر مستهدفة أيضا من الكيان الصهيوني ونحن نعلم أنه في الأدبيات الصهيونية دائما هناك كلام عن دور الجزائر وموقف الجزائر والجزائر لعبت أدوارا أساسية في النضال الفلسطيني السياسي والعسكري طيب إذا أخفق أو أخفقت الفصائل الفلسطينية بأن تلتقي حول مشروع موحد تطرحه الجزائر التي لم تطلب يوما من أي فصيل فلسطيني أي شيء يعني الفرق بينها وبين دول عربية أخرى أن الجزائر لم تلعب فصيلا فلسطينيا ضد فصيلا آخر ولم تنحز لأي فصيل ولم تنحز حتى لو كانت ثمت مآخذ سابقة على الحركة الإسلامية بشكل عام لأنه تعرضت الجزائر لعشرية سوداء ونحن نتحدث عن انتدادات إسلامية كانت خطيرة وما إلى ذلك رغم كل ذلك الجزائر لم تفرق وهي تجمع كل الفصائل وتريد أن تقول لهم أو تقول لهم بقيادة الرئيس تبون أنه يا أخوان نحن لا نريد منكم شيئا إلا وحدوا الصوت لأنه على مدى أربعين أو ثلاثين أو عشرين سنة الماضية الخلاف الفلسطيني الفلسطيني دق سفينا في ظهر القضية الفلسطينية وضرب خنجرا في ظهر القضية الفلسطينية طيب أنا الأوان أن يفكر الفلسطينيون رغم كل خلافاتهم وخياراتهم المختلفة أنه على الأقل عندك دولة هي لا تريد منهم شيئا تقدم لهم الإمكانيات جميعا المعنوية والمادية والمساعدات المالية أيضا وفق الاتفاقيات الأخرى أنه إن وحدتم الصوت هي تستطيع الجزائر داخل قمة جامعة الدول العربية أيضا أن تطرح مسألة مهمة جدا أن الفصائل موحدة ويجب أن ندعمهم أما لو دخلت أو قادت الجزائر القمة وسط هذا الانقسام الفلسطيني الفلسطيني المسيء والمضر والغبي إذا صح التعبير اسمحيلي بالتعبير إذا لم تتوحد الفصائل سيكون موقف الجزائري أضعف داخل القمة فعليهم هم أو على الفصائل أن تساعد الجزائر كي تساعدهم داخل القمة وأنا هذا رأيي أستاذ سامي كليب أيضا لا يمكن أن ننكر الجهود العربية لمختلف الدول العربية في القضية الفلسطينية كانت هناك اتفاقات اتفاق مكة اتفاق الدوحة اتفاق القاهرة القاهرة في 2017 الكثيرون يعاولون اليوم على مخرجات القمة العربية في الجزائر اليوم وأن تكون أرضية جديدة من خلال يعني الكثيرون يتحدثون عن خارطة طريق جديدة أن تكون منطلع جديد للقضية يعني هل نحتاج اليوم إلى خارطة جديدة إلى آليات أيضا تنفيذية لمتابعة مدى تطبيق مخرجات القمة؟ شوفي حسنا فعلتي سيدة سوفيا أنه سألتي عن الموضوع العربي لماذا؟ لأنه أنا أعتقد أنه إشارة وزير الخارجية السيدة رمطان العمامرة أمس أو أول من أمس أنا برأيي الذكية والمهمة أنه نحن نتشاور مع الدول العربية في جمع الفصائل الفلسطينية هذا ماذا يراد أن يقول من خلاله؟ أنه أولا الجزائر لا تحتكر موضوع المصالحة الفلسطينية لأنه قد تقوم دول عربية وتقول لا نحن لا نريد أن تكون الجزائر تنجح في هذا المقام بينما هي لم تنجح أو على الأقل لم تصل إلى النتائج تم الدول العربية أخرى تعتبر الجزائر دولة منافسة اسمحي لي بالتعبير إذن الوزير الخارجية وهو ديبلوماسي محنك وخطيب مفوه قال بذكاء شديد أنه نحن نتشاور مع الدول العربية وأنا على يقين وعلى علم بشيء أو بآخر أنه هناك تنسيق جدي مع مصر في الموضوع الفلسطيني وهذا مهم إذن الجزائر لا تقول أنه أنا والله أريد أن أحتكل الورقة الفلسطينية تقول أنا سأفعل ما يقصر عنه الآخرون يعني طيب إذا في دول صارت تعتبر أنه ما عاد في صراع عربي إسرائيلي والقضية الفلسطينية ما عادت مهمة وليترك الفلسطينيون يفعلون ما يشعون ولم تبع تفقية أبرهام وما يدر مثلا طيب الجزائر تقول لا نحن يجب أن نعيد البوصلة إلى مكانها الصحيح وهذا على الأقل موقف ليس فقط سياسيا أو أخلاقيا أو مبدئيا ولكن أيضا هو موقف مصلحي لكل الدول العربية لأنه إن استهدفت دولة العربية فيما بعد طيب من يقف إلى جانبها عمليا في كل الأدبيات الإسرائيلية وأنا أحيلكم على دراسات مهمة في هذا الشأن مثلا آفي دغتر كان مسؤول الأمن وضع دراسها مهمة جدا عام 82 ويتحدث فيها عن كيفية تقسيم الوطن العربي في السنوات اللاحقة تحدث عن تقسيم العراق عن حرب عراقية إيرانية عن لبنان عن الجزائر عن السعودية حتى عن مصر طيب نحن نذهب خطوة خطوة بهذا الاتجاه طيب كتاب بن يمين نتمنياه لهو مكان بين الأمم الذي تحدث عن نظرة الإسرائيلي فيما بعد للعربي أنه العربي إما يكون خاضعا لا يمكن أن يكون شريكا واحد الأمر الكيان الصهيوني سيهود وليقبل الفلسطينيون أو يرحلوا ثلاثة الضفة الغربية ستهجر أربعة الأردن هو الوطن البديل والكيان الصهيوني لن يتراجع عن هذه المبادئ طيب ذهبت دول العربية كثيرة باتجاه اتفاقيات أوسلو هو مؤتمر مدريد قبل ذلك واتفاقيات أخرى حصلت كثيرة مباشرة أو غير مباشرة أنا أريد أن أسأل اليوم أنه كصحافي وكأعلامي وكمراقب حتى لو تخليت عن مبدأي الأساسي وأنا مثلك مثل أي جزائري فلسطين في الدم طيب أنا سأطرح السؤال التالي هل أدت اتفاقيات السلام منذ مدريد مرورا بأسلو حتى اليوم إلى حماية شجرة زيتون واحدة إلى حماية شاب فلسطيني واحد هل أوقفت مستعمرة صهيونية واحدة طيب نحن نتحدث عن 700 مرة زاد عدد المستوطنات فقط منذ أوسلو حتى اليوم هناك معتقلون فلسطينيون كان من المفترض أنه اتفاقيات أسلو تخرجهم من السجون من المعتقلات ما يزالون هناك طيب كم حرب خيضت وشنت وكم عدوان صهيوني شن بعد الاتفاقيات عمليا إن كان في لبنان أو في غزة وحرقة غزة طيب أهل غزة عندهم واحد بالمئة من المياه الصالحة للشرب الرواتب تقطع عنهم طيب أهل الضفة الآن لماذا ينطفض الفلسطيني في الداخل يعني كان فيه ترويج لشعار وغسل أدمغة خصوصا في الدول الغربية ذات الضمير النائم حين يتعلق الأمر بفلسطين إنه والله إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة شوفوا كيف تعامل الفلسطيني عمليا أسوأ من جنوب إفريقيا حين كان النظام العنصري الفلسطيني اليوم ينطفض في الداخل بيسموهم عرب 48 وأنا أفضل أنه سميهم السكان الأصيل وعندك واحد أهل الضفة الغربية يتوسع مجال الانتفاضة عند الشباب العشرينيين من وراء الظلم ومن وراء أيضا اليأس أنه أنت ما عندك حلول سياسية أبدا إذن أنا أحمل أمتشق بندقية وأذهب لأقاتل العدو هذا إذا كان عنده بندقية يمكن بالحجارة وبالسكين وغيره نعم من المؤسف طبعا أساد سامي كليب أيضا بما أنك تحدث عن وزير الخارج والجزائرين قارع كذا مقولة أنه يجب أن يكون هذا الاستحقاق الهام فرصة لاتخاذ قرارات جريئة يعني قرارات جريئة خلال هذه القيمة وهذا ما كان ينقص القيمة من العربي السابق والله يشوفي القرارات ما في أكثر منها في القيمة العربية الجريئة نتحدث نعم ويعني من قرارات لآت الثلاث حتى اليوم كم قرار نحن في كل قيمة نتراجع خطوة إلى الوراء هذا بسبب آلية العمل العربي المشترك لأنه ما في عمل عربي مشترك بسبب الخيارات بسبب المصالح بسبب انفراد دول أنت اليوم سيدة سوفيا لو كتبتي على الوسائل التواصل الاجتماعي عروبة ستتعرضين للشتيمة قبت بفلسطين ستتعرضين للشتيمة يعني في عملية غسل دماغ أدمغة حصلت على مدى عشرين عام مخصوصا مع وسائل التواصل الاجتماعي التي أعتبرها في الدول العربية وسائل التشاتم الاجتماعي طيب أمر آخر أنا سأقول أنه والله إسرائيل حمامة سلام ونحن إرهابيون هكذا يوصف العرب مش هيك أو المسلمون طيب فلنأخذ بعض الكتب التي أرخت لكل هذه الفترة مثلا خذي كتاب كاتب فرنسي عريق اسمه شارل أوندرلا وهو كان مراسل القناة الثانية في القدس وأخذ الرئيس سيسر عرفات وأطلعه على المناطق الفلسطينية والظلم الذي تتعرض له طيب عمل الكتاب الاتفاقيات السرية أو المفاوضات السرية العربية الإسرائيلية منذ العام 1917 حتى العام 1997 توصل إلى خلاصة مفادها أنه العرب دائما كانوا توقين إلى عمليات السلام طيب من الذي كان يضرب عمليات السلام أو عمليات الصلح كانت تضربها إسرائيل يعني شوفي الذين اغتيلوا مثلا الذين كانوا يتعاطون بمسائل السلام طيب إفشال عمليات السلام دائما طيب فضح من يتفاوض مع الإسرائيل تحت الطاولة لذلك نحن نقول يعني أنا على الأقل كمراقب أقول أنه العرب يجب أن يعيدوا النظر بكل ذلك إذا كان التطبيع والعلاقات المباشرة مع الكيان أفاد الفلسطينيين وبنى لهم دولة غير مقطعة الأوصال وعاصمتها القدس وحدود عام 67 طيب فليكن خلينا نقول يعني طب أفضل أو الأقل سوءا طب إن لم يؤدي إلى شيء ألم يحن الوقت لتغيير المعادلة جميعا والتفكير بطريقة أخرى هذا واحد الأمر الثاني الفلسطيني في الداخل هو الأساس لأنه نحن نلاحظ منذ جيش الإنقاذ من 48 حتى اليوم الخارج يساعد بالموقف الصلب يساعد على المستوى الدولي يعني مثلا حين قادت الجزائر استحبت معها بباسبور جزائري الرئيس ياسر عرفات رحمه الله إلى قلب الأمم المتحدة وألقى خطابه الشيء لعام 74 لو لم يكن الموقف الجزائري هكذا ما استطاع أن يتحدث إذن بالموقف العربي يستطيعون أن يفعلوا الكثير واحد بالداخل يجب أن تعزز وضع الفلسطيني على الأقل حياتي المعيشي الاقتصادي نحن عنا اليوم 100 ألف فلسطيني يعملون في المستعمرات الصهيونية طب هؤلاء لماذا يعملون في المستعمرات؟ لأنه ما عندهم مال طب الآن الاقتصاد الفلسطيني كله مرتبط بقرار إسرائيلي يسمح أم لا يسمح؟ هل تعلمين سيدتي الكريمة أنه حتى الرئيس محمود عباس حين يريد الخروج يريد إذنا من إسرائيل لا يستطيع الخروج بلا إذن عمليا لذلك يجب تغيير الفكرة جميعها وهذا لمصلحة العرب لأنه طالما الموضوع الفلسطيني موجود إذن عندك بؤرة نار مشتعلة طيلة الوقت ولما شف الفلسطيني هو لما شمل العربي أستاذ بحديثك عن الأزمة الاقتصادية أو الداخل البيت الفلسطيني يعني يجب أن تكون هناك أو يكون هناك عمل العربي مشترك في المجال الاقتصادي اليوم أيضا يعني الكثيرون يتحدثون عن ضرورة التكامل الاقتصادي العربي خاصة أنه نحن نعيش أزمة عالمية من نوع آخر الأزمة الروسية الأوكرانية وهي تلقي بظلالها اليوم على الوطن العربي ألم يحن الوقت أيضا لأن يتفطن القادة العرب اليوم أن يلتم الشمل العربي حتى في الجانب الاقتصادي وهو الأهم اليوم أيضا نتحدث عن أمن غذائي نتحدث عن أن تطاقوي لنأتي على ما يحتاجه المواطن العربي اليوم دون أن نكون تابعين على حساب جهة أخرى وبذلك نرى ما نرى اليوم شوفي أدام رمضاني نحن كان يقال عنا خير الأمم نحن اليوم أغبى الأمم واسمحيلي بالتعبير عنا الثروات البطنية عنا الثروات الزراعية عنا الثروة الشبابية نحن نصف العرب تقريبا تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما بينما المجتمعات الأخرى مجتمعات هارمة وعجوزة وعندك الأراضي الخصبة وعندك الثروة الحيوانية يعني لو أخذنا مثلاً مثالاً السودان نتحدث عن 128 مليون رأس ماشية فقط نحن الدول العربية نستورد اللحوم من أستراليا والبرازيل هل تعلمين أنه مثلاً دولة مثل المملكة العربية السعودية تزرع الأعلاف في أمريكا لكي تباع من هناك طيب نحن أنا حين آتي إلى الجزائر إلى بلدكم العظيم الشاسع الذي يشكل وربما كثير من المستمعين العرب لا يعرفون أربع مرات حجم فرنسا عملية لا هذا كل يعلمها بالدول العربية مش كثير بيعلمون بس بالجزائر حتماً أكيد بس بالخارج ما حدا يعلمه أقلال بيعلمون طيب لما تروح من الشمال إلى الجنوب وترين كل هذه المساحات الشاسعة طيب أنا أسأل أنه نحن لو زرعنا فقط الآن حصلت أزمة عالمية بالقمح نحن كدنا نجوع العرب لأنه بطلنا نستورد القمح من روسيا ومن أوكرانيا طيب لماذا نحن نستورد أصلاً القمح واحد في دول عملت اكتفاء ذاتي وليس حالة سوريا قبل الحرب كان عندها اكتفاء ذاتي أنا آتي من منطقة في لبنان مثل مناطقكم لو رميت البزرة من النافذة تنبت شجرة لوحدها ولا نزرع شيئاً لأننا أراضي بور عملياً وفيها مياه الأمر الثاني طيب نحن نستورد اللحوم من أستراليا والبرازيل طيب السؤال نحن لا نستطيع أن نربي حيوانات ونحصل على الحليب طيب اذهبي الآن إلى السوبر ماركت الأجبان من الفرنسا والألبان من مش عارف من طيب لماذا لماذا نحن لا نستطنع واحد وعندنا عاطلون عن العمل ومنات الغرب نعم عندك أمر آخر العمالة الأجنبية في دولنا أنا مع التعاون الدولي نحن لا نستطيع العرب أن نكون جزيرة مع جوزة يجب أن نعيش مع الغرب ومع الشارق ومع روسيا ومع الصين ومع أوروبا مع كل هذه الدول ويجب أن يذهب من عندنا عمال عندهم والعكس صحيح طيب ولكن فلنعطي الأولوية لعمالنا لأنه عندنا مشكلة بطالة مستشرية هذا هو أمر الأمر الآخر بالعلوم نحن العرب عندنا مئة مليون أمي حتى الآن مئة مليون أمي طيب بالتكنولوجيا الثروات المقبلة العالمية ثروات تكنولوجية يعني نحن عم نشوف المليارات الكبرى التي تحصل ما عدا تحصل في الوسائل الاقتصادية القديمة عندك الهاي تكنولوجي طيب نحن ماذا نصنع في التكنولوجيا العالية في العلوم هل تعلمين أن العرب نحن في أسفل السلم في درك السلم بالنسبة للإنتاج العلمي لذلك أعود إلى سؤالك أنه قمة جامعة الدول العربية لو اتفق أعضاؤها بعيدة عن الخلافات السياسية والشعارات الكبرى على التكامل الزراعي التكامل الاقتصادي على وقف مسألة البطالة لأنه كل هذا يؤدي إلى الإرهاب عمليا وعلى التكامل العلمي والتكنولوجي على الأقل فلننجح بهذا بالطبع أستاذ سامي كليب خلال هذه القمة سابقا كانت هناك أجندات للقمة مكتوبة عن الأوراق وما إلى ذلك اليوم هناك الشعار فقط لا توجد هناك أجندة واضحة ولكن نعلم أنه أكيد كل الأزمات العربية ستكون حاضرة في هذه القمة وللأسف نقول أزمات عربية لأنه أزمات كثيرة نتحدث عن أزمة ليبية نتحدث عن السودان نتحدث عن صدي النهضة والأزمة بين الدول الثلاث نتحدث عن الأزمة اللبنانية أريد أن أنطلق من الأزمة اللبنانية وما يعيشه لبنان اليوم يعني ننتظر انتخاب رئيس ننتظر ترسيم هذه الحدود مع الكيان الصهيوني ننتظر ذاك الحوار بين مختلف يعني المكونات المجتمع اللبناني يعني الجزائر كان لها دور أيضا في الأزمة اللبنانية الجزائر كانت يعني يعني كان لها دور في الحرب الأهلية اللبنانية تريد أن تكون حاضرة اليوم وأن تكون أضية أيضا من أجل مساعدة لبنان في أزمته اليوم عندي كتاب سيصدر قريبا جدا حول أسباب تدمير العالم العربي نعم وأنا طرحت فيه مجموعة من الأسئلة بعض الأسئلة تقول أنه لماذا هذه الدول وليس غيرها دمرت أو تدمر أو تحصل فيها مشاكل كبرى يعني خذي فلنبدأ بالجزائر عشرية سوداء لماذا عشرية سوداء؟ من الذي غذى العشرية السوداء من الخارج؟ واحد الأمر الثاني أن العراق اجتيح مليون ونصف شهيد منهم خمسمائة مليون طفل طب لماذا دم العراق؟ ونهبت متاحفه والقراءة التاريخية الأساسية التي فيها التي تناقض القراءة السورية تحدث عن الحضارات العربية اليوم؟ طيب عندك المتاحف العربية من العراق إلى مصر إلى سوريا عندك أكثر من ذلك اغتيال علماء يعني عدد العلماء الذين اغتيلوا في العراق أو في سوريا وغيرها يفوق العشرة ألاف فقط في العراق خمسة ألاف عالم عمليا يراد إعادتنا إلى مناطق التخلف طيب عندك العراق عندك الجزائر عندك السودان عندك اليمن عندك لبنان عندك سوريا طيب هذه الدول كانت تجتمع حول القضية الفلسطينية في دول دربت المنظمات الفلسطينية في دول ساعدت كمان ليبيا على أيام العقيد محمد القذافي دربت وساعدت وقامت على أرضها الفصائل الفلسطينية بالكثير من الأعمال طيب هذه الدول عمليا تحيد عن الصراع أو كادت تحيد عن الصراع الآن الجزائر استعادت نشاطها وبرأيي بقوة أكبر أنا أراقب الحركة الدبلوماسية في المجال الإفريقي في المجال العربي وأيضا نيف الذي عاد بأروع صوره يعني أنا حين رأيت مقابلة السيد الرئيس مع الإعلام قبل فترة ورأيت كيف يتحدث أنه يجب أن تنسى هذه الدول أننا كنا دولة مستعمرة أنه في الكرامة الوطنية أنه نحن كرامة الجزائر قبل كل شيء وأنه اتخذ قرارات ولم يكتفي بالقول حين يمنع الطائرات الفرنسية من التحليق فوق وثم عادت فرنسا وتصالحت عمليا وقدمت تنازلات وهي تعرف أنه بحدود الكرامة لا يمكن لعب مع الجزائر طيب في لبنان نحن نعيش الآن أزمات متعددة ومتلاحقة الأزمة الأولى أنه الوضع الاقتصادي اللي هو نهار كليا سبعين بالمئة أو سبعون بالمئة من الشعب اللبناني صاروا تحت حفة الفقر واحد عندك الأزمة السياسية المستعصية لأنه عندنا حرب محاور على الأرض اللبنانية واللبنانيون يغذون هذه المحاور والمحاور تغذيها عندنا رأي أنه جزء من لبنان صار خاضع لإيران وجزء آخر للحلف الآخر خلينا نقول الغربي مع بعض الامتدادات الخليجية في انقسام حاد وعمودي عندنا نقص في الطاقة صفر طاقة عمليا طيب الجزائر لعبت تاريخيا أدوارا كبرى مع لبنان والجزائر خلافا لغيرها لا تجاهر ولا تمنن بالمساعدة يعني على مدى السنوات الماضية بعد تفجير المرفع جاءتنا مساعدات كبرى من الجزائر كنا نرى الدول الأخرى تأتي بالكاميرات وتصور على المطار وكيف ينزل تنزل المساعدة دا والأين تصل الجزائر لم نسمع عنها شيئا ولم نسمع من اللبنانيين شيئا عن هذه المساعدة واحد بالحرب الأهلية كان اللجنة الثلاثية وكان أكثر شخص فاعل فيها السيد الأخضر الإبراهيمي عمليا بالأزمات الكبرى بالسبعينات لما كانت منظمة التحرير فاعلة في لبنان كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وديبلوماسيا على أيام الرئيس الله يرحمه هواري بوميديان ولعب أدوارا كبرى في تخفيف وامتصاص الأزمات والمساعدة إن كان من خطف الطائرات أو من خطف وزراء أوبك وهذا كله كان له تأثير على الداخل اللبناني الجزائر كما فيه مع الفصائل الفلسطينية لا تطلب شيئا من لبنان هي تقول تعالوا لكي أساعدكم عملو لنا مشكلة الأخوة اللبنانيين بعض اللبنانيين بقصة سوناتراك وأنا أكيد أنه في عملية غباء وفي عملية عدم معرفة بما تعني لا سوناتراك ولا تعني كرامة الجزائر عمليا وصار في البعض ذهب باتجاه أنه سنقيم دعوة على سوناتراك ليش بذريعة أنه والله الفيول اللي ذهب إلى الشواطئ اللبنانية كان فيول غير صالح وهو تم استبداله ونحن نعرف كيف حصلت القصة الآن تراجع تراجع يعني أنا أتحدث عن بلدي وأنا بأن الجزائر بلدي أسمح لنفسي أن أحكي عن لبنان في الجزائر كما أحكي عن الجزائر في لبنان الآن في عملية تراجع في عملية حل لقضية سوناتراك عندنا حسب ما فهمت وزير الطاقة سيأتي إلى الجزائر في الخامس عشر من الشهر الجاري ربما بأوخر الأسبوع إذا مشيت الأمور وفي وعد بمساعدة بالطاقة الجزائرية أنا الذي أقوله الجزائر لها الشرعية ولها الحب في لبنان الكبير نحن اللبنانيون يعني ترعرعنا على حب الجزائر ثورة الجزائر وأهل الجزائر وكرامة الجزائر والنيف الجزائري ومساعدة الجزائر دائما لا تجد لبنانيا مناهضا للجزائر مطلقا إلا إذا كان بمشروع آخر صهيوني أو غيره ولكن لا تجد شريفا لبنانيا إلا يحب الجزائر أنا الذي أقترحه لأنه نحن عندنا فرصة كبلد كلبنان في القمة العربية أن ترفع الجزائر لواء الأبنان وتطرحه كقضية أساسية في القمة لأنه لن نذهب لانتخاب رئيس في عنا مشكلة كبرى وترسيم الحدود البحرية يأتي ليس لأنه إسرائيل فجأة تحولت إلى حمامة سلام وإنما لأنه في ضغوط دولية هذه الدول تريد الغاز من سواحل البحر الأبيض المتوسط والجزائر عندها تجربة في الطاقة يمكن أن تساهم في ذلك طيب لو طرحت الجزائر في القمة مسألة لبنان وتم تشكيل لجنة برعاية الجزائر أو بقيادة الجزائر لأنه هي رئيسة الجامعة العربية على مدى عام وذهب وفد جزائر إلى لبنان وسبر أغوار الأطراف اللبنانية الجزائر عندها شرعية عند كل الأطراف سأقول لك لماذا بالنسبة للطرف يعني حزب الله والأطراف المتحالفة معه بالنهاية الجزائر لا يمكن التشكيك بموقفها من المقاومة بشكل عام ضد الكيان الصهيوني بالنهاية هذه الشرعية ليست موجودة عند الكثير من الدول العربية التي تتدخل طيب واحد الأمر الثاني عندما حبّ عند الأطراف اللبنانية الأخرى الأمر الثالث عند علاقة جيدة مع الخليج تحديداً السعودية وعند علاقة جيدة مع إيران وهاتان الدولتان لهما تأثير كبير على الوضع اللبناني يضاف إلى ذلك العلاقة الجزائرية الفرنسية تستطيع أيضاً الجزائر أن تضغط باتجاه معين لأنه في تأثير فرنسي في لبنان حتى الآن ونذهب باتجاه عقد طاولة حوار لبناني لبناني أنا أتمنى وأقترح وإن شاء الله يكون معالي الوزير باستماع لألنا أتمنى أن تكون طاولة الحوار في الجزائر لن يعترض أحد عملياً وأن ينبثق تنبثق لجنة مصالحة لبنانية لبنانية للحل السياسي اللبناني من جامعة الدول العربية لو ذهبنا بهذا الاتجاه سيكون هذا أمر رائع سيحفظ للجزائر دون غيرها أنها هي التي ساعدت بالحل السياسي وفي حل مشكلة الطاقة لن ينسى اللبنانيون على مدى العمر هذا الجميل أولاً اتنين إذا كان العرب يقولون ولا لبنان نحن لن نساعد لأن هناك حزب الله ويغرق لبنان بالمجال الإيراني إذن هذه فرصة عربية للقول نحن سنعود إلى لبنان من بوابة واسعة لو تشكلت اللجنة مثلاً من الجزائر والسعودية ومصر عربية جزائر سعودية ومصر أفترض ذلك ستلقى ترحيباً ضخماً في لبنان لذلك أنا أتمنى أن نذهب بهذا الاتجاه يعني تشير إلى ضرورة أن تكون الحلول عربية عربية هذا ما يتمناها الجميع السادة سامي كليب والجزائر بس مدام سوفيا اسمحي لي بالمقاطع أنا آسف مش كل العرب في لبنان يستطيعون أن يجمعوا كل الأطراف لأنه مثلاً سعطيكي مثلاً مثلاً لو معنى محبتي لكل الدول العربية أنا لا أفر لو ذهبت مثلاً الآن دولة مثل لنحسب السعودية نعم أو الإمارات الطرف الآخر القريب من إيران سيعتبر أنه هذه الدول نحن لا نؤمن بها أما إذا كانت الجزائر داخل اللجنة أو ترعى اللجنة هناك ثقة فيها في ثقة في ثقة ولا يستطيع أي طرف في لبنان لأنه يقول ولا أنا أشكك بنوايا الجزائر مستحيل لأنه هذا موقفها موقف المقاومة موقف النضال موقف صد الكيان السهيوني من يستطيع أن يعمل طريق لذلك أنا أقول إذا كانت اللجنة برعاية الجزائر وبحضور ضروري أن تكون السعودية جاهزة حاضرة لأنه أولاً السعودية تاريخياً ساعدت كثير لبنان وثانياً لها شرعية أيضاً طرف لبناني كبير عملياً عند طرف لبنانية كبيرة إذن نستطيع ومصر مصر لعبت وتلعب أدواراً كبيرة في لبنان وكان عندهم سفير ناشط جداً لا أدري يمكن الآن انتقل ولكن لعبوا أدوار تحت الطاولة كبيرة تستطيع الجزائر تشكيل لجنة جزائرية مصرية سعودية وستلقى ترحيباً كبيراً وستخفف على الأقل إن لم تجد حلاً ستخفف من الاحتقان اللبناني الداخلي نعم هنا تؤكد على دور الجزائر في دبلوماسيتها في وساطتها في عديد ربما الأزمات يعني الكثيرون من الدول العربية والذين يعيشون أزمات اليوم يطالبون بتدخل الجزائري كوسيط في أزماتها لأن الجزائر دائماً يعني هذا مبدأ راسخ هذا الشيء نفتخر به كجزائريين أن الجزائر لا تدخل دائماً في أزمة وأن تكون محسوبة على حساب طرف آخر يعني كما اليوم حتى الإخوة الليبيون سنتطرق الآن إلى ربما الأزمة الليبية الإخوة الليبيون أيضاً دائماً ما كانوا يطالبون بأن تكون الجزائر وسيط أن تكون أرضية لما الفرقاء الليبيين هي الجزائر دائماً تدعو إلى الحوار هذا ما نحتاجه اليوم في دولنا العربية الحوار بين هؤلاء الفرقاء الحوار بين الليبي الليبي اللبناني اللبناني ثم ربما الوسيط الذي يكون نثق فيه لتسيير الأزمة دائما ما الجزائر تطالب بالحوار الداخلي يعني الليبي الليبي اللبناني اللبناني السوداني يعني بين الأطراف المتنازعة داخل الدولة في حد ذاتها أنا سأعطيك مثالين تعرفينهما جيدا ولكن ربما بعض المستمعين لا يعرفوا الضبط لنأخذ مثال مالي طيب مالي عمليا كان في تدخل فرنسي جدي وفي اتفاقيات عسكرية خرقت أو خرقت من قبل فرنسا ذهبت الجزائر بطلب من مالي ولم تتدخل عنوة كما حصل في دول أخرى والآن أعتقد أن الدور الجزائري في إفريقيا في منطقة الساحل يكبر لأن الدبلوماسية الناشطة الجزائرية الآن والتي تذكرنا بأوج الدبلوماسية الجزائرية حين كانت تلعب أدوارا كبرى عاد هذا الأمل في أولويات الآن عند الجزائر السياسة الإفريقية والسياسة العربية وطبعا سياسة التوازن الدولي لأنه عم تشوف الاتفاقيات التي تحصل يعني كان بالأول بفترة معينة أنه كل شيء لفرنسا على الأقل الآن عم تشوف في تنويع بالاتفاقيات الدولية وهذا مهم جدا لكل الدول طيب وهنا نطرح السؤال التالي أنه عندك مسألة ليبيا بعد مالي ليبيا ما الذي حصل فيها؟ يعني خلينا نكون واقعيين ليبيا لماذا أصلا اجتيحت؟ لماذا قتل العقيد معمال القذافي بالطريقة البشعة التي قتل فيها؟ هل من أجل الديمقراطية؟ أنهار اللبن والعصر لكي تسيل والحريات والمناخ التعددي؟ لا في وثائق وهنا أنا أعتبر أنه المسئولية الكبيرة على العرب لأنه نحن لا نقرأ الوثائق ولا نقرأ التاريخ ولا ندقق بشيء ونضطر لقراءة كتب فرنسية لكي نعرف ماذا حصل في دولنا العربية أنا عملت تحقيق طويل عريض عما حصل في دول العربية على مدى 40 عام وإلى أين نحن ذاهبون؟ والكتاب سيصدر بعد عشرة أيام وسأهديه للجزائر وعنوانه تدمير العالم العربي وثائق الغرف السوداء طيب حين حصل الاشتياح لليبيا قبل بأشهر قليلة كان رئيس وزراء إيطاليا يقبل يد العقيد معمر القذافي كانت فرنسا تضع له خيمة قرب قصر الإليزي فرض أنه أن تضع خيمة فتحت له أبواب بريطانيا على مصرعيها لماذا حين تخلى أو قيل أنه تخلى عن الأسلحة الكبرى اللي عنده نحن عارفين شو كان عنده أسلحة الأمر الثاني حين ذهب باتجاه إفريقيا وقرر العقيد معمر القذافي أنه بده يشتغل على مسألة عملة إفريقية مستقلة وإنشاء صندوق نقد إفريقي وعمل ملك ملوك إفريقيا هو طبعا كان عنده شوية نرجاسية يعني رحمه الله ولكن هذا كان السبب ثم السبب الآخر والذي أحدث فضيحة كبرى هو التمويل تمويل الرئيس معمر القذافي للانتخابات الرئاسية الفرنسية على عهد الرئيس ساركوزي طيب وحصل التحقيقات ونحن لم نشاهد هذه التحقيقات على التلفزات العربية أنا لم أرى تلفزيونا عربيا يتناول هذه الملفات أبدا طيب هل كان الهدف لقتل القذافي عمدا لأنه في صحفيون فرنسيون أجروا تحقيقات موجودة الكتب كان الطيران الأطلسي فوق المنطقة التي لاحقه فيها ما يسمى بالمعارضة لنحن شفنا أين ذهبت وقتلوه على السيارة بشكل بشع واحد الأمر الثاني من هم الذين قتلوا القذافي بالنهاية تم تبين أنه في جزء منهم كانوا من الإرهابيين الجديين الملاحقين من قبل الدول الغربية طيب الأمر الآخر كيف تم تسهيل دخول إرهاب دولي إلى دولنا العربية كان إلى سوريا أو العراق إلى ليبيا كيف يمرون عبر المطارات وهم ملاحقون في دولهم طيب أنا حين أرى أنه في عندك خمس تلاف أزباكي من أزباكستان جاءوا للقتال في سوريا أو في العراق طيب هؤلاء كيف خرجوا يعني نحن لما مروح على المطارات ويكون واحد مننا لابس كوستيوم وكرفات ومرتب وحالق دقنو ومعه باسبور مرتب وصحافي وإعلامي في تدقيق طويل عريض على المطار فيك تخبريني كيف الأرهابي يمر عبر عشرين مطار ويصل لكي يقتل ويقاتل في دولنا العربية طيب عندك الطيار معاذ الكساسبة طيار الأردني يصور بأربع كاميرات ويبقى على وسائل التواصل الاجتماعي أشهر طويلة والناس ترى كيف قتلته داعش طيب أكتب اليوم فلسطين ودافع عنها يلغى حسابك بدقيقة من الذي لم يلغي تلك الحسابات التي كنا نرى العمليات الإرهابية لكي يخوفوا الناس لأنه كان بدهم فتنة مذهبية كبرى والفتنة التي بدأت بعد اشتياح العراق طيب العراق اجتيح بناء على كذبتي أسلحة دمار الشامل وتعاون الرئيس السابق صدام حسين مع القاعدة طيب اعترف الأمريكي ومجلس العموم البريطاني وكولين باول بنفسه أنه نحن كذبنا لأنه بنينا على تقارير طيب هذه جريمة عصر هذا أبشع من الهولوكوست صار ما الذي حاسب من العرب نحن ننسى اقرأ بعض الكتب التحقيقات الأجنبية اقرأ كتاب بوب وودورد حول اشتياح العراق طيب فيه فضايح عربية عربية حصلت طيب نحن لو عدنا إلى وثائق البريطانية طيب كيف أسست الدول العربية أصلا حين نرى أن جولدة مائير التي كانت رئيسة وزراء الكيان الصهيوني تحمل حقائب المال إلى بعض الزعماء العرب عمليا نحن العرب تآمرنا على بعضنا البعض يجب أن نخرج من فكرة التضامن العربي والتعاون العربي لا الآن حان الوقت أن يفكر كل عربي أن دولنا دمرت الواحدة بعد الأخرى بسبب غبائنا أولا وبسبب فتح أبوابنا ثانيا للأجنبي وبسبب الأطماع الأخرى ولكن الآن ما الذي يحصل في الجزائر؟ لماذا تتوسع وتستعيد دبلوماسية الجزائرية نشاطها في إفريقا وفي الدول العربية؟ لأنه صار الشعب الجزائري ملتحم مع القيادة خصوصا بعد الحراك الذي حصل وتذهب القيادة شيئا فشيئا أو أكثر فأكثر وعام بعد عام باتجاه الناس نحن دولنا العربية قامت على أنظمة شمولية ابتعدت عن الناس وصارت تقرر هي نفسها وفي كثير من القيادات العربية لما تعمل تحقيق جابهم الغرب وحطهم على راسنا طب الآن أنت في مرحلة صار فيها تحولات عربية كبرى صار في حضور أكبر للمجتمع المدني يجب أن نعود إلى البوصلة الأساسية بدون حل القضية الفلسطينية المركزية لا يوجد أي حل عربي واحد اثنين عندنا من الخيرات الطبيعية والأراضي والخيرات البشرية ما يكفي لأن نصل إلى اكتفاء ذاتي طب هل يعقل أن الجزائر فيها مئات ألاف ملايين الهكترات الزراعية وكنت آتي أنا إلى الجزائر في آخر عشرين سنة وأرى ما تسمونهم بالحطيس يعني أنه لماذا هؤلاء لا يعملون في الزراعة مثلا ويصبحون أثرية عمليا لأنه ما كان فيه استراتيجيات دولية جدية تقود هذه المؤسسات هلأ بشوف بآخر ميزانية للحكومة ست مليارات دولار دولار مثلا أمريكي فقط للدوان الزراعي طب هذا أمر ممتاز عمليا عم شوف أنه الميزان التجاري يعني فيه الآن فائد بحدود حسب ما قراءت عشرة مليار دولار بينما كان بالألفين وعشرين مكسور على أربعة فاصل سبعة مليار دولار وفي هذه المقطة نفتح قوس للحقيق أنه هناك عودة للمركزية الحكم والاستثمارات المحلية وذلك أيضا من أجل تشجيع لأنه الجزائر يعني تزخر بثروات كبيرة ومتنوعة ويعني حان الوقت للاستفادة من خصوصية كل منطقة وذلك بتجنيد الشباب هناك أيضا يعني استثمارات للشباب هناك عقود للشباب يعني هناك تحول في مساعدات يعني أنا شفت في خمس ملايين يمكن خمس مليارات من أجل المسكن 160 ألف وحدة سكنية لأمر الآخر طب نحن عم نحكي عن بطالة وعم نحكي عن أزمات عمل وعم نحكي عن نقص في الزراعة ونحن عندنا كل هذه الثروات حضرتك تحدثتي بشكل ممتاز عن قصة الأمن الغذائي العربي طب نحن عندنا مشكلة بالأمن الغذائي العربي هل تعرفين مثلا أنه بلاد ما بين النهرين الحضارة الأقدم في التاريخ العراق تعرفين أنه في تصحر الآن نحن ذاهبون إلى التصحر بينما في عنا دول فيها يا نبيع وأنا للسودان اللي واحده عنده 70 نهر هذا من أغزر الأنهار في العالم طيب نحن ماذا نفعل؟ نحن دمرنا بعضنا البعض هل تعرفين سيدتي الكريمة؟ أنه في خلال ما سمي كذبة بالربيع العربي اللي هو نجح بآخره أو بأوله بعدين أخدوه يعني ركبوا عليه مطية منظمات غير حكومية وما بعرف شو دول أخرى طيب يعني وحصلت تحولات في بعض الدول شكرا لأنه الناس في ناس تظاهرت بسبب النقمة على الأنظمة وجاعد عمليا وصار فيه مسح للكرامة للشعوب العربية طيب في منهم ثار بشفافية وبشرف مثل ما صار عندكم ثورة الجزائر مثل ما صار ببداية ثورة تونس مثل ما صار بالسودان بالآخر هؤلاء ياثرون من أجل لقمة عيشهم حتى في سوريا التي دمرت عمليا طيب ما في ناس ثارت ضد القمع والأجل حياتها الكريمة وكذا مش كله متآمر وكله عميل ولكن فيه كتير اختراقات حصلين طيب هل يعقل أنه نحن خسرنا في مسألة الربيع العربي ألفين مليار دولار عندنا من الخسائر العالم العربي يشكل خمسة بالمئة من سكان العالم نحن عندنا حصلت خمسين بالمئة من العمليات الإرهابية وسبعين بالمئة من الحروب على أرضنا العربية في خلال السنوات الماضية ونهبت ثرواتنا طيب الأمر الآخر هل تعلمين أنه نحن الدول العربية أكثر دول في العالم شراء للأسلحة بآخر عشر سنوات في عنا دول زادت شراء الأسلحة ثلاثمية وخمسة وسبعين بالمئة طيب هل أطلقت رصاصة واحدة على الكيان الإسرائيلي نحن نطلق الرصاصة على بعضنا البعض أو نشغل المصانع الأجنبية نحن معظم شراء أسلحتنا غير الدول اللي عندها مشاكل حدودية نشغل المصانع الأجنبية ويفرض علينا يعني اليوم بالهاي تكنولوجي بالتكنولوجيات العالية هل بتصدقي أنه عاطينك صاروخ أو طيارة وانت فيك تتحكم فيها بربع ساعة بيوقفوا لك إياها وانت عم تدفعي مئات مليارات دولارات بس نحن نشغل المصانع الأجنبية بلحمنا ودمنا وحياتي شعوبنا طيب ما حل هالعرب واسمحيلي أنا لما استخدمت كلمة الأغبياء لأنه نحن أغبياء عمليا حاجة نحمل المسئولية فقط للآخر والمؤامرات موجودة لنقرأ الكتب المؤامرات موجودة طيب دولة مثل الجزائر ما كان عليها مؤامرات عليها مؤامرات أنا كنت هون في العشرية السوداء كلها غطيتها كلها ألم تكن هناك دول تريد أن تدعم الخيارات الإسلامية المتطرفة لتدمير الجزائر عمليا استعادت الجزائر كرامتها ونيفها لذلك أنا كتبت مقال قبل شهرين وأنا أكتب خارج الجزائر وليس من داخل الجزائر كتبت أن هذه الأمة بحاجة إلى بعض النيف الجزائري وهيصبحت مقولة مشهورة لك لا ولازم لأنه نحن لم نستعد شيئا من كرامتنا والكرامة العربية ناقصة مهما كانت بدون فلسطين ناقصة يعني نحن جسد بلا قلب بدون فلسطين إلا منستعد الكرامة العربية هي القاعدة اليوم لتكامل ونعيد تأسيس مشروع نهضوي تكاملي أنا أبدا أحكي عن وحدة عربية يعني هاي اللي كانت تصير أنه يجي والله العقيد القزافي رحمه الله يطب على تونس ونحن اليوم بدنا نعلن الوحدة وبعدين يصير الرئيس الله يرحمه الزعيم جمال عبد الناصر يضطر أنه يذهب باتجاه وحدة أصلا فاشلة كانت مع سوريا لأنه ما كان لها أسس جدية والعراق بدون يعمل وحدة مع سوريا ومع مصر وكذا هذه كانت شعرات كبرى ولكنها لم تؤسس بشيء نحن الآن يعني أنا لا أقول أنه العالم العربي بحاجة لوحدة والله ونصير وحدة سياسية كلها هذا صعب بس على الأقل تكاملية يعني والله أنا بجيب العمال من مصر وبشغلهم يزرعوا في السودان بجيب العمال من دول الشرق اللي هني مش قادرين يشتغلوا بجيب شغلهم بالجزائر بجيب ثروات مالية من دول وبيشتغل فيها على المجال التكنولوجي تعرفي أنه إسرائيل اللي واحدة اللي كان الصهيوني يسيطر على 10% من السايبرنات العالمي يعني هم مستثمرون تقريبا أكبر مستثمرون وكدولة يعني شو كيان صغير بالأكبر الاستثمارات العالمية بالسايبرنات شو يعني السايبرنات؟ يعني حضرتك بالكمبيوتر اللي عندك اليوم هنا في الأستوديو في الإزاعة أكيد في أجهزة إسرائيلية مصنوعة في إسرائيل حتما ونحن نشتريها من دول غربية لا نعرف طيب هذا أمر الأمر الآخر بالعلوم نحن العرب كلنا ننتج من الكتب ومن العلوم أقل مما تنتجه رومانيا كل العرب بينما الكيان الصهيوني 4.7% من علوم العالم نحن متخلفون نحن متآمرون على بعضنا البعض خلينا نحكي لأنه جاي القمة العربية نحن دمرنا بعضنا البعض تطلع أنه بعد 10 سنين 11 سنة وأنا بشكره أنه طلعه وحكي بها الصراحة رئيس وزراء قطر يقول لك نحن تهوشنا على الصيدة نحن والسعودين على الصيدة يعني تهوشنا نحن والسعودين على الصيدة اللي هي سورية طيب هنا السؤال مطروح عملية هل صعب القرارات الجريئة؟ ولا أنا بشوف أنه الأمير محمد بن سلمان عمل القرارات الجريئة في الداخل يعني بقرار جدي قرر أنه أنا بدي خلي المرأة تصير عندها حرية بدي جيب الموسيقى والمسرح والفن وكذا طالما السعودي يذهب إلى خارج السعودية لكي يرى ذلك فليأتي ذلك إلى هنا طيب أعاد النظر في المسألة الدينية الأمير الوحيد من كل الأمراء والملوك الذي تجرأ وتحدث عن المسألة الوهابية وإعادة النظر فيها طيب حين تسلح بشعبه الشعب السعودي 70% منه بين الشباب والأطفال 70% هم شباب وأطفال عمليا حين تسلح بموقف سعودي داخلي استطاع أن يقول للأميركي أنت لا تستطيع أن تفرض علي أن أخفض وأرفع سقف البترول وإذا ضغطت علي أكثر فأنا علاقتي بالصين اليوم تتخطى المئة مليار دولار عمليا واليوم وأنا أتحدث معك ذاهب رئيس الإمارات إلى روسيا ويقول صديقي البوتين طيب كيف تصل هذه الدول إلى ما تصل إليه ما حصل في الجزائر هو مثال يعني الجزائر اللي حررت بلادها بالثورة وبدم أبنائها وبأكثر من خمسة ملايين شهيد عمليا الآن بعد الحراك الذي حصل واللي صحح الكثير من المفاهيم برأيي القيادة الجزائرية تستطيع أن تقول أنا خلف الشعب الجزائري وأمامي الشعب الجزائري وأستطيع أن أوسع دائرة دائرة ديبلوماسية الجزائرية لذلك يجب أن نتصارح أولا ونعيد قراءة التاريخ نحن العرب تاريخيا جدنا صلاح الدين حرر القدس من غير شر صلاح الدين كان كرديا لماذا نحن قمعنا الكرد في تاريخنا إذن طيب نحن والله العرب بشو اسمه عملوا الأندلس إيه طارق من زياد كان أمازيغي نحن بدنا نخرج من هذه الانقسامات الحادة هذا أمازيغي وهذا عربي وهذا كردي وهذا مسيحي وهذا مسلم وهذا شيعي وهذا سني وهذه سنعة جرمية أصلا هذه تغزى من الخارج ولكن أصلها عندنا هل يعقل أنه اليوم السنة والشيعة من 1400 عام بعدنا مختلفين هل كان الإمام علي معه حق ولا سيدنا عمر معه حق هل ما عاد عندنا مشكلة بهالحياة إلا هذه المشكلة يعني طب عندنا القرآن الكريم وعندنا نبينا الكريم فلنتوقف عندهم إذا كانت الخلافات تحتهم ما هيك؟ طب إذا كنا كلنا مؤمنون أو مؤمنين بالقرآن الكريم لماذا نختلف على ما هو دون القرآن الكريم بتفسيرات غريبة عجيبة يعني داعش عمليا والنصرة وعندكم الإرهاب اللي حصل في الجزائر على ما أسسوا واسمحي لي خرجنا قليلا من المسألة الجهة على ما أسسوا أسسوا على تفسيرات للقرآن الكريم موجودة عمليا من الذي أوجدها؟ يعني هم اخترعوا تفسيرات فسروا موجودة التفسيرات أنت تستطيعين أن تستندي إلى ما تشاءين وتبرري أي عمل تقومين به لذلك يجب إعادة نظر بالمسألة الدينية بالدرجة الأولى أن نعود إلى جوهر الدين القرآن الكريم إلى الرسالة السماوية أولا أن نعيد النظر بالكذبات التاريخ نحن معنا غير بطولات أبطال بالتاريخ وين الأبطال؟ يعني وين الدول؟ شو عملت هذه الدول؟ شيل الثورة الجزائرية المجيدة ولبنان الذي هزم العدو الإسرائيلي والجيش المصري أختي كتير خيره بالحرب 73 هو والجيش السوري ولكن شو عندنا بطولات عمليا؟ ما بتشوفي إلا نتغنى في البطولات التاريخية يجب إعادة نظر بتاريخنا الأمر الثالث أين هم المثقفون والإعلاميون؟ إعلاميون يباعون اليوم في أسواق النخاصة العربية الذي يدفع له أكثر يمدح ويقدح مش هيك؟ شو فيهم على الشاشات؟ دواعش إعلامية على الشاشات يكفرون هذا ويمدحون ذاك وكله من أجل المال نفوس رخيصة عمليا؟ أين هم المثقفون؟ المثقف يذهب لنشر كتاب في الغرب فيحاول أن يرى ماذا يريد الغرب وماذا يعجب الغرب لكي يكتب كتابه وينسى كل أصله وبالنهاية لو شعر بشيء يزعج الغرب فهو يجنبه أنا حصلت معي مثلا كنت أنشر كتابا فقيل لي قال لي الناشر أرجوك المسألة الإسرائيلية يعني هذه تعرف أنه قد تؤثر على الكتاب قلت ألغي الكتاب إما تبقى أنه إسرائيل لها دور في دولنا العربية واحد نين ثلاثة أربعة أو أنا ألغي الكتاب لا أريد أن أنشر كتابا أكذب على نفسي وأبيع ضميري من أجل أن يوزع الكتاب عملية نعم سلحي لي خرجنا شوي عن المثقف لا لكن ذلك شيقا دكتور أريد أعود فقط لما يمكن أن يلملم شمل العرب اليوم القضية الفلسطينية لا جدل فيها لما الشمل الفلسطيني هو لما الشمل العربي ولكن تحدثت عن ضرورة ذاك التبادل في العمال بين الدول العربية وما إلى ذلك أنا أريد أن أتحدث عن تشجيع الاستثمار تحرير القيود الاقتصادية على أقل الحدود بين الدول العربية يعني اليوم مسألة الاقتصاد العربية كمسألة حياته وموت اليوم أكيد يعني الآن اذهبي حتى لو كان عندك إقامة غربية تذهبين عبر كل المطارات الأوروبية طيب نحن العرب إن انتقل الإنسان من دولة إلى أخرى يعاني الأمرين فقط للحصول على فيزا وما في فرق بين إنسان مثقف أو غير مثقف كله يعامل كقطعان الغنم عملياً عملياً ونحن في دول عندها إمكانيات مشارية وليس عندها إمكانيات مادية والعكس صحيح طيب يعني لا يجوز أنه عندك مثلاً دولة عظيمة بحدثتها وببنائها وبعمرانها الجديد وبمشاريعها الضخمة اللي هي الإمارات أنه 90% من أهل الإمارات صاروا أجانب إن لم نقل 80% طيب هذا سيؤثر لاحقاً يعني أنت حين يكون عندك مثلاً الهندي والباكستاني أكثرية لنحسب طيب غداً ستأتي الدول وتضغط عليك أنه هؤلاء لديهم حقوق ويجب أن تجنسوهم كما يجنس الآخرون أين ستصبح هذه الدول لذلك يجب أن نفكر قليلاً إلى الأمام بين بعضنا البعض نحن مهما قلنا يجب أن نعود إلى بعضنا البعض بصدق وبصراحة ومشروع نهضوي وهذا المشروع النهضوي يجب أن يكون طلعته المثقفون عملياً من الذي قام بالثورة الفرنسية عملياً؟ يعني إذا أزحتي فيكتورو يغو ومونتسكيو وفولتير وغيره يعني ما عندي كثير أسماء عطيني اسم الآن مثقف عربي عم تسمع أنه يقدم مشروعاً لدولته هائلاً لا أجد نعم للأسف دكتور يعني الوقت لم يبقى منه الكثير سعيدنا جداً بحضورك اليوم وتشرفنا بهذا اللقاء أثري والمفيد جداً أستاذ سامي كليب الإعلامي والكاتب السياسي رئيس تحري لعبة الأمم الموقع الأخباري السياسي شكراً جزيلاً على تلبية دعوة ندوة اليوم في الآخر هذه تحياتي دائماً سعيد وأتشرف ويكبر عندنا تكبر مسألة النيف عندنا كلما جينايك إن شاء الله هذا مصطلح جزائر سيكون عربياً قريباً شكراً جزيلاً لك دكتور كانت معكم سوفي رمضاني في تقديم تحية طيبة إلى اللقاء